هل الحراك في عامه الثاني هل كل ما حدث كورونا التي حاولت سلطة استغلالها بالعكس انقلب السحر على الساحر اتضاح الصورة أكثر حتى للذين ربما خدعوا بأن هناك تغيير وبتسويقات أحيانا في محاولة تقسيم الجزائرين الصورة تتضح أكثر وربما حتى للذين راهنوا داخل النظام على استمرارية نفس النظام أن الأفضل بالعكس اتضحت الأمور أكثر منذ 12 مثلا زالت الكثير من الأوهام وانهارت هل يمكن أن تكون هذه الدكرة الثانية فرصة لتأكيد الحراك حجته وربما فرصة حتى لمن هم داخل هذه المنظومة أن استمرار نفس السياسة سيدر حبيب الجزائر وبحتى الذين يحاولون إبقاء الأوضاع كما هي مع مظاهر كثيرة مظاهر إفلاس من كل النواحي اقتصاديا بشكل خاص على الكرسي الذي يقع على يمينك كما تتذكر ومنذ ظهور القناة في نهاية 2011 تجادلنا وتناقشنا وتحاورنا وتحدثنا وكنت أنا رأيي وكثير ربما وافقتني فيه أنت أيضا عندما دعوناه أن يكونوا عقلاء وأن يستمعوا إلى الشعب وأنه أنت صنامي شعبي قادم وأن لا نريد أي فوضى في البلاد لماذا وكنا نقول لهم لماذا لا تستمعون إلى الشعب لماذا لا تقومون بتغييرات جوهرية طالبها الشعب قبل أن يسحبكم شعب وأن يسحب عليكم لو أن السعيد البسلقة آنذاك وأويحيا وسلال ومن معهم من بعض الجنيرالات استمعوا ألم يكنهم أفضل الحال ثم تعرف أيضا أننا تجادلنا ربما حتى في داخل القناة وتحاورنا عندما شخصيا كنت أقول للقايد صالح من الأفضل له أن تستمع إلى الشعب وأن الشعب ربما وكانت هذا اقتراح مني ربما الشعب أن يعطيكم حصانة على ماضيكم البائس الأسود الدمه في التسعينات وعلى ما قتلتم ومنهبتم إذا ما سلمتم الحكم إلى الشعب ألم يكن كان هذا أفضل الآن لأن قايد صالح إما مات إجهادا إما مات اغتيالا والاغتيال الآن هو ربما مرجح لم يكن أفضل له ولبعزة واسيني الموجود في السجن الآن واللي مر على تعذيب شديد في عنتر في مركز عنتر اللي عذبوا في أيضا الأحرار هل كان هذا أفضل لهم أم أنهم يكونوا في القبور أو في السجون هؤلاء أيضا المفروض أنهم تعلموا بهذه الدروس وهذه الدروس ليست ببعيدة نحن نتحدث على سنوات فقط لكنهم هذه هي تعمل أبصار يعني لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور عمال بدل من أن شنجريحة ومن معه وتبون ومن معه يستمعون بحق راحين يتحدثون عن انتخابات غيروا الدستور جابوا دستور أسوأ من اللي كان الأوضاع الاقتصادية تسوء وتسوء بشكل كبير أنا أخشى أن تكون هناك غضبة شعبية رهيبة تضحن ونطحن لا نتمنى ذلك ولا نريده ولا ندعو له إنما سنظل ندعو بالسلمية وندعو أن يأتي فيهم عمق لا يستمعون للشعب لأنهم أرادوا أم لم يريدوا أحبوا أم كره في النهاية سيسقطون وسينتصر الشعب من الأفضل لهم أن يكون هناك سقوط أو رحيل متفق عليه من أن يكون رحيل يسحقون فيه